جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من مصر والأردن بدأت تتشكل ملامحها في أبوظبي من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك وتتركز الشراكة على الاستثمار في خمس قطاعات صناعية مشتركة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيمويات لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعية وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن وذلك من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تشمل النمو المستدام وتطوير صناعات تنفسية ذات مستوى عالمي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة إلى جانب توفير السلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين البلدان الثلاثة الشراكة الجديدة تأتي امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره أحد أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفضه بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية وتبادل الخبرات وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو النادج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو قوي في الصادرات ترجمة نانسي قنقر